السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضر نفسك انت هتابع معركة بمثابة بطولة عالم بالفعل بطولة العالم قبل كده كانت ما بين ماجنس كارلسون وفابيانو كروانا كل المباريات الكلاسيكية كانت تعادل الى ان ذهبوا الى حسم التعادل واستطاع ماجنس ان يفوز على كروانا في حسم التعادل ويحافظ على لقب بطل العالم النهاردة احنا في نصف نهائي بطولة تشيس تشامبينز تور فاينالز نصف النهائي ما بين ماجنس كارلسون وفابيانو كروانا معركة شطرنجة حقيقية وممتعة جدا بالفعل ماجنس كارلسون بطل يقول انا هبقى بطل عالم تاني ولا هشارك في المرشحين خلاص انا خدت بطولة العالم خمس مرات مش رايح اشارك في بطولة عالم مرة اخرى بينما فابيانو كروانا يستعد ليكون بطل العالم القادم حجز مقعد في بطولة المرشحين القادمة ولو كسبها وراح يلاعب الدينجليرن احتمال يكسب دينجليرن ويبقى بطل عالم فالمعركة بتاعت النهاردة في منتهى المتعة ماجنس كارلسون فابيانو كروانا نصف النهائي هيلعبوا اربع مباريات اللي يجيب اتنين ونص اولا يفوز باليوم الاول من نصف النهائي ويذهب الى اليوم التاني مع نقطة كاملة لانه هو معمول على يومين نصف النهائي لو اتعدلوا اتنين اتنين لازم يلعبوا هارماجدون او حاسم تعادل عشان نعرف مين اللي فاز في اليوم الاول هل انت جاهز؟ هل عملت لايك لازيز؟ ويلا بنا هذا الفيديو سيكون طويل شوية لكنه ممتع المباراة الاولى ماجنس كارلسون يلعب بيدا مالك ويقابل بيدا مالك هيختبروا بعض في ايه؟ الاليت بلايرز افضل لاعبي العالم هيلعبوا الريولوبيز الافتتاح الاسباني المورفي لكن بعد التبيت تاركا الاختيار للاسود تلعب الاوبن ريولوبيز ولا المغلق ببيشب اي سفن؟ لا انا هلعب ببيشب سي فايف ده اللاين اللي انا محضره للبطولات الربد سي ثري هحضر لدي فور امشي لو سمحت حاضر والان دي سيكس دي فور سحب الفيل الى الوراء وعتاكل وتخلص التوتر وتسمح للابيض ببدئين في الوسط وبعدين الفيل يمشي وتنتشر ولو ربطك تفتح الوسط هذا الشاكي رغم انه يبدو وحش لكن الابيض ما عمتياز الفيلين والبيدأ ده محمي ما ينفعش يتاكل عشان هتتربط فبشب بي سيكس بستموف والان بشب اي ثري تبيت ولازم يخطر على بالك انا ما باخدش البيدأ ده ليه علشان بشب دي فايف هات وهات تبيت تبيت اكمل الانتشار حمل بي ده اتشي سيكس والان اتشي ثري واحد يقول لي اتشي سيكس ليه ما كان عمل كده هات الامتياز الفيلين اقول لك لا هات الوزير انت والوزير يمشي يمشي انت كمان واعوجلك المسائل لا بيض احسن وبالتالي اتشي سيكس اولا انا كمان اتشي ثري ما تنطش بقى على الايه على الفيل بتاعي بالحسن بتاعك روك اي ايت اي ثري خلي بالك هنا في حاجة مهمة جدا فبيانو كوروانا محرقش ولا ثانية حتى الان الشكل ده هو مذكر وعرفه كويس لكن ماجنس لانه بيكره انه يحفظ لينات كتير ومنع الشاق انه يلعب افتتاح مريح وياخد ميدل جيم مريح بدأ يفكر فماجنس حرق دلوقتي خامس دقايق بينما فبيانو كوروانا خلص الحفظ وبدأ يفكر النقلة اللي هيدا يفكر فيها ويجيبها يالتالت نقلة على الانجن هي روك ها هنا اخد فيها تلت دقايق انص والان ماجنس كارلسن يفكر ويلعب افضل نقلة على الانجن وهي بعيدة كل البعد عما لعب في الدياتابيز بيشيب سي تو نوفلتي اللي تلعب في الدياتابيز كان روك اي وان لكن سريعا سريعا سنذهب الى شكل لعب من قبل يعني اقصد اقول ان احنا هنروح على شكل شابه اللي تلعب قبل كده روك اي وان جاية جاية يعني والان اي فور خلي بالك هذا اضعف يمكن الضغط عليه وكانت فكرة ماجنس انه يلف بالفيل ويبدأ يضغط على هذا البيدق بيشيب دي سيفن حامل بيدق كوين اي تو ضغط على البيدق والان بيدق في بيدق بيدق في بيدق نايت ها هنا الله ما البيدق كده بيتاخد لا في النهاية هيبقى الوزير في وش الرخ وفيه في بيدق موجودة ولذلك ماجنس ما دخلتش في انه ياخد البيدق جاب القطعة اللي ما لعبتش تلعب ومشينا في ميدل جيم لزيز اي فايف لعبت اكل ماجنس كارلسون بوز البياد واخد مربع ممتاز للحصان بتاعه عاوز ياكل البيدق الرخ تتحرك وترك البيدق واخذ البيدق مقابل ان الفيل ياكل ولو اكلت دلوقتي انا باكل يبقى رجعت البيدق بتاعي كوين جيتو هات الرخ والان ناقلة مش احسن حاجة من فابيانو كروانا الا وهو حصان في فيل كان الافضل ياكل كده وبعدين ياكل كده وبعدين لما تبقى انت تمشي مثلا تاكل هنا انت مثلا ااكل ااكل والابيض احسن قليلا خلي بالك ان في هذا التفريع بعدما الابيض نتشي البيدق بتاكل بياكل وبيخف الضغط عن مربع السي سيكس او بيدق السي سيكس ما حدث في المباراة ان الحصان اكل ولو انت اكلت فانا حاكل هنا لكن الصح كان انك تاكل بالبيدق وتفضل طالب الرخ الرخ تاكل دلوقتي انت تاكل ولاحظ ان البيدق ده مضغوط عليه يعني لو دخلنا في نهاية زي دي مثلا فالان كيش وبعدين تاكل هات الاثنين يحمي الاثنين تحمي وعندك بدائين سلكين في النص مرعبين اللي حصل في الماتش ان ماجنس كارلسون بعدما صاحبنا اكل اكل الرخ وبقت كل البعد عن اكلة الجي سيكس كمان بعدما ياكل ياكل ما عادش فيه هذا الضغط على هذا البيدق محدش يقولي انا حاكل هنا دلوقتي او كمان شوية يعني بعدما النقلة دي جت حياكل بس خلاص الوقتي الحصان هيتفرتك يعني مثلا عايز اقول كمان لو لو فيه لا حاجة ما عايز اجيبها لك ازاي كده مثلا وانت كالت الوزير دلوقتي ممكن يدي كاشات اه الانجين شايف ان الوضع ده كويس بس الوزير هيصحى اوكي ما حدث في المباراة كان ان البيشب رجع البيدق وقع وكل التفوق اللي كان عند الابيض اختفى اه معا بيدق سالك احنا في النقلة رقم 31 المطش ده هيخلص عند النقلة رقم 90 لسا فيه 60 نقلة فمحدش يقولي امشي واحدة واحدة على كل نقل بيدق وقع دوفي عالبيدق شكل صفار وهما حتى الوقت كل واحد بيحاول يزهق التاني لحد ما حد يعمل مصيبة كيش الملك راح استخبع على الجناح الاخر دوفي عالبيدق الوزير يتحرك يعني ضغط عالروخ الروخ مشيت الروخ جات هنا ضغط عالبيدق روك بي 3 هات البيدق وهنا بعد شوية تكرار كوين بي 6 ضغط هنا حما البيدق ودي كانت بلندر فادح علشان في بيدق سقط أوكي واضح ان فابيانو كروانا بيكسب اصبر روك دي 3 هات الوزير يمشي ويحمي الماتات تعال انكسر لا مش مكسر انا عايز اديك هنا مشاكل رجع تاني يحمي اخد بيدق كمان اللهم صلى على النبي الجمال ده 3 بيادق سلكين ومالك سيء بينما مالك متدفي تفوق 5 على الانجين للاسود وعايز البيدق ده كمان او يعني ضغط على البيدق ده دلوقتي قال له لا الابيض يعني هيضغط الوقتي على البيدق ده الوزير تحرك هنا لو اكلت البيدق في روك دي 2 وترائب البيدق انت كمان الوزير يتحرك البيدق دفع اكل رجع مشي معرفش ايه اوكي رخ هنا الانجين بيقول لعب كينج بي 1 الناس معاها ثواني معدودة 11 ثواني والتنة 18 ثانية وبدأ البيدق يتدفع في كوميديا هتحصل جاهز؟ طبعا النقلة دي بلندر حد يقولي النقلة صح ايه؟ نقل على متين تعجب الوحيدة اللي بتكسب للاسود هنا كوين اي 1 اقطع هروب الملك ولو عملت حاجة زي كده مثلا كيش كيش مات ما شفهاش عشان كده الكيش دي بلندر لان الملك بدأ يهرب ويستخبى ورا البيادق والشكل رجع اسفار دي بلندر مات مات في عشرة لفابيانو كوروانا بالعافية لكنه معات نشر ثانية ما جابهاش احسن نقل هيعمل كده 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 كله ده اجباري اجباري مات بس هيجيبها ازاي مفيش وقت فاروق اف سيكس اللي عبت كيش اخد منه الوزير عظيم ما زال الاسود بيفوز يا جدعان بس عمل بلوك دلوقتي للبيدق ضروري البيدق بيتدفع وهنا لازم تلعب جي فايف والبيدق يتدفع ما اتعبروش كمل والبيدق يتدفع بيدق هيقع غصب عنك بكيش بعد الكيش دي تمشي الجنبي دا اكل ده بكيش وبعدين بقديك كيش تانية اقف وش البيدق يبقى خلصنا من بيدق كامل ونكمل جري بالبيدق تمشي الجنبي دا خير وبركة حاكل بكيش وارجع اخد البيدق فدي كده تمكسب وينينج لعب كوينسي سيفن دلوقتي بدل ما يدفع البيدق ومرة واحدة مرة واحدة نكتشف ان الماجنس كسب جماعة في ضغط الوقت الالفين تمنمية ممكن يبقى الف وامتين الف وتلتمية يعني غصب عنه لكن بعد المباراة بياخدوا وقت مع نفسهم ويقولوا انا كنت بكسب انا متوتر ليه انا كنت بكسب انا بعرف اكسب ماجنس كارلسون انا هوريه بقى الحاجات اللي هو بيعملها دي في المباراة اللي بعدها هل فعلا هيقدر تعالوا نشوف هذه المباراة كنت هقول كروانو فبيانا لا فبيانو كروانا مع حصان في منتهى القوة ضاغط على هذا البيدق ضاغط على هذا البيدق هناك فايل مفتوح لكنه مغلق بهذا الحصان هذا الحصان يعني اسطوري في هذا الشكل والفايل ده ممكن الروخ تيجي وتشتغل منه ماجنس كارلسون في هذا الشكل قرر ان يفتح عمود اخر من خلال جي فايف الفكرة ممتازة لكن التنفيذ يعني كان يتطلب شوية وقت زيادة من ماجنس كارلسون افضل التنفيذ هنا انك تلعب روك جي ايت اولا وتسيب البيدق مقابل ان تدفع الان هذا البيدق لو جري على البيدق اللي بعده الان بيدق في بيدق بيدق في بيدق والروخ تنزل بكش قوية وعلى الاقل هتحبس الملك بهذا الشكل وساعتها الوضع ده سيء جدا عشان الحصان ممكن نايت جي فايف تخيل يبدأ ب اللاين اللي كنت محضره لكم روك جي فور وهي ممتازة ايضا انما نايت جي فايف تخيل هذا العذاب انت الرخ محبوسة لو طلعت حتى تكسر دلوقتي بعد ما دفعت تكسر اتصل يا ابني باخوك اللي في العراق او اخوك اللي في ليبيا اللي هنا ده يرجع يرجع يلق مفيش 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 خسارة واو ماجنس كارلسون لعب جي فايف مباشرة والان اكل الرخ دلوقتي جت اكل البيدأ والان الرخ جت تروح بالحصان فين بالملك فين هنا ولا هنا بيستموف على الانجن والوحيدة اللي تحافظ على التفوق جبها في ثانية كينج اف تو الله كينج اف ثري احسن لا عشان هعمل كده واعرضك لهذه الضربة اللي بالكش يا خبر يعني دي افضل اه بيجيبوها كده في لحظة نايت دي سيكس دلوقتي ارجع عادي عشان ما عادش فين الحصان بيجي مكان الرخ متعة هاي ليفل مستوى عالي والان بعد ما الرخ رجعت الرخ دي جت تضغط على البيدأ رجعت حمد تاني ودلوقتي يلعب فبيانو كروانا على الجناح اللي عنده فيه افضلية اربعة على تلاتة يلا يمشي وبعدين هات البيدأ وبعدين ضغط على البيدأ واحد يقول لي طب ما نرجع نحمل بيدأ ونسيب البيدأ ده ما ينفعش فلازم ترجع كده بالحصان اتكتف اخد الفايل الاخر المفتوح الرخ رجعت رجعت ضغط على البيدأ هات الحصان الحصان يتحرك هات الحصان حمل حصان الرخ تمشي الرخ جات في مربع في منتهى القوة تفوق ثلاثة للأبيض واستطاع ان ينتش بيدأ ثم بيدأ ثم بيدأ وانتهت المباراة هنا ليه خلينا نكمل شوية نقلات جدعانة من عندي انا اللي عاملهم لك كشي كشي كش لحد ما الكشات هتنتهي في لحظة واذا حاولت ان تراقب البيدأ يدفع البيدأ ويبقى وزير جديد او تضحي رخك في البيدأ ويبقى الابيض معاه رخ كاملة زيادة المباراة رقم ثلاثة ماجنس بالابيض فبيانو كروانا بالاسود ويلعبوا نفس التفريع اللي تلعب في المباراة الاولى الى ان ماجنس كارلسون يقرر انه مايلعبش فكرة الدي فور لكن لعب اي فور مع دي ثري وبيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ اكل اكل الرخ جد في المنتصف ضغط على هذا الوتر حمل بيدأ والان الحصان يذهب الى هذا الجناح الاخر للضغط على الملك نايت اف وون نايت جي سيكس تعالى نكسر لا ما بكسرش انا رايح المربع الجامد دا وحرمك من انك تجيب الحصان هنا هاكل على حس الربطة ضرب الوسط بدي فور بفكرة انك حتى لو اكلت اكلت ما تقدرش تاخد البيدأ عشان الحصان دا متعلق فالرجل دخل بالحصان هات الوزير الوزير يتحرك بشيب اي سيكس النقلة دي ممتازة ليه؟ الفايل الوحيد المفتوح في الرؤعة هو هذا الفايل لا يمكن للابيض ان يتحدى الاسود على هذا الفايل لانه حياكل الروخ ببلاش لكن هو مش قادر يجيب الوزير هنا او هنا ويضغط على هذه المربعات كمان انت لو كلت انا ممكن اكل بالبيدأ وشغل قطعة كمان في الهجوم ويبقى حصان في بيدأ دا تهديد لو اكلت يبقى الحصان متعلق فبشيب اي سيكس نقلة قوية بشيب تيكس حصلت فعلا والان يتحرك الحصان دا عيما اخاه عشان لو اكلت يبقى الحصان محمي بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ والان امشي لو سمحت الانجين بيقول العب كوين اي فور مباشرة مهددا بشيب اي فايف لكن ايشي سيكس اولا اكل اكل بعدين نفس فكرة الانجين جدير بالذكر انه ما ينفعش لعبها مباشرة علشان الربطة فلازم يعدي اولا الوزير يتحرك تعالى انكسر وقام يديله واحدة كده وبعدين دلوقتي بعد بيدأ في بيدأ مشي وسابه الانجين مدي لاين هنا في منتهى العجب لو انت كنت انسان جشع وكملت اكل في 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 بيدأ ولو اكلت في وزير في بيدأ ولو مشيت في مات فمضطرت غطي وبعدين ياكل 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 وهذا الشكل يزعم الانجين انه تعادلي لكن الاسود هنا بخير عشان البادئ السلكة والامور صعبة بيدأ الضعيف يمكن ما حدث في المباراة ان ماجنس كارلسون بعد كوين هنا ما اكلش البيدأ تاني وانما لعب كوين سي تو استعاد مستر فابيانو كوروانا بيدقه والان نرخ على الفايل المفتوح الحصان يعود تعال انكسر واساب له البيدأ بس هيرجعه تاني كوين تسي فور البيدأ فعلا رجع الشكل افضل قليلا الى الاسود الحصان يعود الى المربع القوي والان ماجنس كارلسون مع 26 ثانية يفكر 12 ثانية او 14 ثانية ويعمل بالاندر فابيانو كوروانا يقول له ضغطك في الوقت يا ماجنس تعال حصان في بيدأ وبعد ما يأكل يدي له كيش ويسترجع الماتيريال وعليهم بيدأ زيادة كمان ويستطيع ان يترجم هذه المباراة الى مكسب بعد مجموعة من النقلات اللي مش صعب ان حد زي فابيانو كوروانا يترجمها الفيلج هنا بيحجم حركة الحصان تماما مع عادة هذه النقلة العجيبة وهذا البيدق يجري 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 وخلاص هيعمل كده ويجيب وزير هيا بنا الى المباراة رقم 4 على ماجنس كارلسون ان يفوز هذه المباراة لو انت لسه معايا لحد الوقت انا بشكرك من كل قلبي لكن هذه المباراة تستحق المشاهدة نكمل المباراة رقم 4 فابيانو كوروانا يلعب بالقطع البيضاء عليه فقط ان يتعادل ليجعل النتيجة 2.5 و 1.5 ويفوز باليوم الاول من نصف النهائي على عكس ماجنس كارلسون اللي محتاج يفوز عشان يخلي النتيجة 2.2 ويروحوا يلعبوا حسم تعادل على اليوم الاول لنصف النهائي كما اخبرتك هذه المباراة مهمة جدا وتحتوي على فكرة شطرنجية لابد ان يعلمها كل لعب شطرنج ايه دا يعني ما جابوهاش في اللي تابع تابع معايا بدأ وزير من فابيانو كوروانا نايت اف سيكس من ماجنس كارلسون سي فور ماجنس لابد ان يفوز لعب بي سيكس بداية حاجة اسمها كوينز انديان بتحط الفيل على الوطر الطويل وتلعب كده وممكن تحط الفيل هنا او هنا حسب بقى الموقف نايت سي ثري بيشيب بي سيفن اف ثري انا هقفل الوطر في وشي الفيل دا خالص وههدد اني اخد سنتر قوي او وسط قوي بدي فور فلابد لماجنس كارلسون ان يشارك في الوسط الان دي فايف اكل 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 دفي على البيدق يعود الوزير الى الوراء والفكرة الان نايت تبيض طويل والضغط على هذا البيدق الفيل يخرج اليعني بصص على البيدق ده الحصان يخرج ضاغطا على هذا البيدق الفيل يخرج يحمي البيدق ماجنس يطنش ويبيض طويل يعني ساب البيدق ده اه عشان هيعمل كده دلوقتي ويحبس الفيل لا الفيل بيهرب بس الكش جمدة لو رجعت تغطي حتوقع البيدق ولو استخبيت كده ماجنس يعمل كده ويهدد يدي كش ويكسب الفيل لسود مع تفوق اتنين الابيض قاعد يعني زي ما قولت بيل عن اليوم اللي خد في البيدق عارف الاحساس ده لا خرب بيد ده بيدق ما قدتش خدته فكده فالبيدق ما بيدتاخدش نايت E2 لعبت باستموف على الانجن الان ماجنس كارلسن لابد ان يشارك في الوسط ويضرب السنتر E5 باستموف لو خدت المساحة دي عزيزي فالحصان سيتحرك ويطلب امتياز الفيلين من الابيض كمان الكش دي متاحة الاسود بخير جدير بالذكر ان دي 5 هي اول نقلة على الانجن لكن قرر فابيانو كروانا انه يلعب على فكرة الربطة الان يهدد دفعة البيدق ولذلك يستجيب ماجنس وياكل بيدق في بيدق اكل هنا والان كوين E7 فكرة كوين E7 انه مشي من ويش الفيل ما عدش فيه ربطة والان ارخ ربطة هذا الحصان على هذا الوزير وقف الفيديو وفكر تلعب ايه بعد بيشب تيكس بيشب تيكس تلعب ايه دي الوقتي بالابيض على ما اخد شفطة من هذا الينسون بسم الله انا هعتبر ان نسيتك رجعت النقلة هي الصح كوين C2 او كوين B3 دلوقتي حالا افك الربط واهدد شيء كوين C2 مثلا انا بهدد الفيل لو اديتني الكيش هحاول استخبه العب مثلا كينج E2 واضح ان كينج F2 مش احسن حاجة عشان فيه تضحية فرق هنا فزيعة وتضحية الفرق دي شكلها ما بتشتغلش هنا علشان فيه بيشب تيكس ودي مش جاية بتنبو على الوزير فالفيل بيقع ماشي لكن لاحظ ان اللي مع المبادرة دلوقتي هو الابيض كروانا قرر انه يبيت ويترك المبادرة مع الاسود وده بطل عالم مش هيسمي عليك ام لاعب افضل نقلة كوين F6 ضغط بزيادة على القطعة انت لو حاولت تفكر ربط دلوقتي انسى بديك كده تاكل قديك كيش دنيا وحشة واحد يقول لي بيمشي كده بعمل كده بياكل هنا لقي حبيبي كوين F6 حامت الفيل فمضطر دلوقتي عشان تفكر ربطة دي انك تعمل روك F2 وتتزحلق على D2 يالا العذاب وانا اكمل ضغط وانت تتزحلق وبعدين الراجل بدأ يجوز نايت C2 بيفك المسائل بس ماجنس كارلسون استغل ان مافيش حصان هنا وان دي soft spot او نقط الضعف وبعد ما اجوز تحرك الوزير لقى tactic له علاقة بكش ياكل تيكس ياكل وبعدين الكش عشان يسترجع القطعة بتاعته وعليهم بدأ كامل زيادة اول فكرة قلتها لك فكرة ان يكون معاك المبادرة ما تلعبش نقلة وتسلم المبادرة للخصم الفكرة التانية اللي هقولها لك النهاردة في المباراة دي ومهمة جداً العب على الجناح اللي عندك فيه تفوق روك سي وان هات الفيل الفيل يتحرك نايت سي فور روك دي فور دفع البيدأ بشب اي سيكس عاوز يكسر الحصان مشي عايز يجي كده منعه نايت بي وان اي فايف ان قلت دي كلها بتتلعب فين على الجناح اللي ماجنس عنده فيه تفوق ايه هو التفوق 3 على 2 شفطة ينسون اوكي الحمد لله كينج افتو اي فور لو اكلت فانت عملت دلوقتي اضعاف اخر وهذا الاضعاف يمكن تضغط عليه واسقاطه الاسود معا تفوق 3 فالملك يقترب هات الرخ الرخ تتدعم نايت دي تو الملك يتحرك وببساطة يستطيع ماجنس كارلسون ان يفوز هذا الشكل بالاسود لانه معا بيدق بيلعب في الجناح السليم وبدأ يقترب يقترب الى ان استطاع ان يسقط بيدق اخر بهذا الشكل فعمعت فوق 5 وبدأين سالكين وخلى نتيجة 2 اتنين اهلا بيك في المباراة الاخيرة الا وهي حسم التعادل ماجنس كارلسون ساب 6 دقائق و10 ثواني مقابل انه ياخد الاسود الوقت ما بيزدش غير بعد 60 نقلة بدأ ملك من فابيانو كوروانا والذي يريد ان يفوز سقلي تايمانو سقلي مفتوح يعني ده مفتوح وده مفتوح A6 كان ده اسمه كان سيسيليان K-A-N الحصان يخرج كوين سي 7 بيشيب دي 3 الحصان يخرج فابيانو كوروانا عليه ان يفوز هذه المباراة التعادل ما ينفعوش ولذلك بدأ يدفع البياد بيادق بشكل هستيري روح روح خمس نقلات بيادق ورا بعض واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة مش معقول كل ده صح صح في الافتتاح ده بي سيكس بيشيب اي 3 بيشيب بي 7 ايش فايف روك سي 8 روك جي 1 جي سيكس كفاية دفع بيدقي لان دي كانت جاية ولو دي جت ده هيبقى اضعاف يمكن الضغط عليه بهذه الافكار منعو بيدق في بيدق لا لعب اولا روك اتش 1 اي 5 مهمة من افضل نقلات الانجين ضرب الوسط الان في عدم وجود الحصان الى هنا لاحظ ان الابيض والاسود لسه ما حددوش مكان التبيت ولو ان الاسود خلاص ما هينفع يبايت طويل بيدق في بيدق بيدق في بيدق اجباري ما ينفعش تاكل بالتاني الرخ متعلقة والان الحصان يعود الى الوراء خلي بالك ان بعد بيدق في بيدق ما ينفعش تاكل القطعة كده بسهولة عشان في بيش بتيكسهات لو سمحته بعدين تمشي اكل بيدق في بيدق تاني وادفع البيدق فاكل بهذا الشكل ثم عاد يقول الانجين F5 وتسيب القطعة مش مشكلة بس يبقى عندك F4 او تلعب بيدق في بيدق ويبقى الرخ تلعب تفوق واحد لنايت F3 اللي تلعبت انا مقدرش تسيب قطعة بهذا الشكل الغير محسوب بدقة وانا لازم اكسب انا بلعب برضو على المضمون شوية حرام عليكم اكل اكل بالفيل الحصان يأكل اكل بالبيدق الحصان يصل الى مربع قوي في منتصف الرقعة بشباك تبييت واو تبييت مهددا ان يأكل الان بكيش فنايت دي فور عليها ان تلعب الوزير يتحرك والابيض يبيت طويل الانجين بيقول بيستموف كينجي دي تو تبييت طويل تبدو منطقية اكثر وخصوصا لو انت ناوي تعمل كده احسن نقلع الانجين ويفكر فابيانو كروانا ويقول انا لازم اكسب انا شايف ان انا بديله مات ماجنس يأكل القطعة الرخ جات بكش الملك يرجع مكانه الرخ جات تهدد مات في واحد وتهدد الحصان ماجنس يقول له بشب هنا انا حميت الحصان ومعلش دي مش مات ولا حاجة حضرتك حتى لو اديتني كش كده انا بمشي ولو اكلت بكلك يعني بصراحة مفيش حاجة حضرتك لكن بعد بشب اف فور والتي هي بلندر فادح والتي تهدد اني ارجع قطعة دلوقتي اه الانجين جاي بحطة لاين في منتهى العظمة يبدأ ببيشب اي سيكس لو كال القطعة عايز متات تاكل عادي لو كال القطعة في ايه ويفوز الاسود لانه معاه فرق ومعدش في ايه هجوم عالملك ماجنس كارلسون اتخض وضيع كل التفوق اللي كان ممكن ييجي من بيشب اي سيكس في طريقة تانية على فكرة بيدأ في بيدأ عادي ولو اكل القطعة اه تاكل بيدأ في بيدأ تاني عادي وكل ده ما بيعملش يجدعان حرام والله انت محتاجين واحد قلبه قلبه حديد عشان يلعب الشكل ده واملعب كوين جي سيفن ضيع كل التفوق اللي معاه وخسر فرق بس صاحبنا نط هنا هو المشكلة ان التكسير يا فابيانو يا كروانا مش هم اصلحتك انت نسيت انك مضحي برخ كاملة يا ابني فحدثت مجموعة من التكسيرات انتهت في الاخر ان فابيانو كروانا مضحي برخ كاملة مفيش هجوم ويفوز ماجنس كارلسون باليوم الاول من نصف النهائي اه النهاردة هنشوف اليوم التاني من نصف النهائي وفي اول الفيديو الجاي هحكيلك بيحصل ايه ما بين ويسلي سوء وعبدو الساتاروف مرضي يا عم الحج سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة